الناحية التانية بنقول النادي الاهلي بيمر بأفضل مستوياته أفضل مستوياته في كل حاجة الحالة الفنية للفريق مستقرة الحالة البدنية والفورمال اللي وصل لها الفريق حاجة يمكن كل الناس واخد بالها وقلنا الشغل اللي عمله كولر مع النادي الاهلي من ساعة ما وصل من ساعة ما بدأ مع النادي من سبتمبر اللي فاته ما جيه ووضح ان الراجل عنده فكر عالي والفكر دو بيطبقه ووضح ان فيه استجابة كبيرة جدا من اللعيبة وشوفنا في الفترة بتاعة كولر على مدار الشهور اللي فاتت اللي اشتغل فيها رجوع لعيبة كتيرة جدا لمستوياتها وابتدينا نشوف قوة هجومية اهتز الدفاع في فترة من الفترات ولكن اشتغل عليه كولر وقدر بعد كده ان هو يشتغل دفاعيا بطريقة كويسة وابتدينا نشوف النتائج في الفترة الاخيرة بالنسبة لفريق النادي الاهلي نتائج كويسة النادي الاهلي ابتدى يسجل اهداف كتير ابتدى النادي الاهلي بنشوف الفترة اللي فاتت ان هو ما بيستقبلش اهداف مزبط دفاعه مستوى عالي بالنسبة لخط الدفاع بقى فيه تفاهم اكتر من المرحلة اللي قبل كده شوفنا عبد المنعم ابتدى يشتغل بطريقة كويسة سواء جنبه رامي او متولي او ياسر كله بيشتغل بطريقة كويسة ابتدينا نشوف محمد هاني بشكل جديد بعد كمية الانتقادات اللي اخدها ومع ذلك الراجل ما تأسرش ابتدى يشتغل على نفسه ورجع لمستوى اللي قبل كده واحسن كمان طبعا حاجات كتير جدا بتفرق مع النادي الاهلي هجوميا زي الشغل اللي بيعمله طبعا بيرسيتاو وعودته للمستوى العالي وجود كهرباء وبيستمر في التسجيل عودة محمد شريف للتسجيل برضو واستعادت الثقة اللي افتقدها لفترة من الفترات حسين الشحات اللي بيقدم افضل مستوياته الفترة الاخيرة شكرا